إنكم تلعبون بالنار كلمات وجهتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى الأطراف في العمليات العسكرية الدائرة في أوكرانيا بعد أن تكرر القصف لمحطة زابوريجيا النووية والتي تعتبرها الوكالة منشأة أوكرانية تسيطر عليها روسيا الوكالة قالت إن أكثر من عشرة انفجارات هزت أكبر محطة نووية في أوروبا بينما تبدلت موسكو وكييف الاتهامات باستهداف المنشأة واعتبرت الوكالة الذرية على لسان مديرها رفايل جروسي أن الأخبار الواردة بشأن قصف موقع المحطة أخبار مزعجة على حد تعبيره الوكالة الدولية قالت إن القصف غير مقبول على الإطلاق أي كان من يقف وراء ذلك ويجب أن يتوقف على الفور ونقل فريق الوكالة عن إدارة المحطة أن أضراراً لحقت ببعض المباني والأنظمة والمعدات في الموقع لكن أي منها لا يشكل أي خطورة على السلامة والأمن النوويين حتى الآن هذا القصف ليس الأول من نوعه الذي يتعرض له محيط المحطة فقد استهدفته القذائف والصواريخ في الشهور الماضية منذ بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا مما ينذر بكارثة عالمية ليس من الصعب تخيلها فعلى بعد خمسمائة كيلو متر منها بلدة شيرنوبل التي لا تزال آثار انفجار المفاعل الذري لمحطتها وكارثتها النووية عام 1986 مستمرة وشاهدة على ما يمكن أن تصير إليه الأمور اشتركوا في القناة